أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وصلت لمستويات متقدمة بناء على ما يجمعهما من تاريخ يسند إلى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المسارات وأشر سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة تطوير مجالات التعاون الثنائي والدفع بها نحو آفاق أرحب خاصة في المجالين العسكري والدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم بحضور معالي شيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأصول الخامس حيث نوه سموه بالجهود التي تبدلها الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز أمن واستقرار المنطقة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة لافتا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية بما ينعكس إيجابا ويعود بالخير على الجميع وضف سموه أن العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الصديقة تشهد تطورا مستمرا على كافة الأصعدة مشيرا إلى إسهامات الجالية الأمريكية والتأكيد على أهمية تعزيز دورها في دعم مسارات التنمية بالمملكة بما يعكس عمق أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين وقد أمر صاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء الجهات المختصة بشمل أفراد عوائل العسكريين الأمريكيين المتواجدين في مملكة البحرين إلى المقيمين الذين يسمح لهم بالعمل في المملكة وفق القوانين والأنظمة المقررة والمعمول بها في هذا الشأن بما يسهم في تعزيز إسهاماتهم في عملية التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين ودعم مختلف مسارات التنمية بالمملكة كما جرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك